في البداية سيد بوتيلو برأيك ما هي حظوظ ترشح السيناتور الديمقراطي جو مانشن كمرشح ثالث بديل لترامب وبيدن وهما حتى الآن المرشحان الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبهم؟ أعتقد أنه بالنسبة لجو مانشن فإن فرصه كمرشح حزبي ثالث يمثل مركزا وسطا واسعا للولايات المتحدة يعد جو مانشن من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين للغاية لذا إذا انضمك مرشح ثالث فسيكون هذا هو المكان الذي يستمد منه قوته مما يؤهله لسحب الأصوات من الرئيس ترامب لأنه كان في عامي 2016 و2020 كان الرئيس ترامب هو الخيار الوحيد للناخبين المحافظين الرئيس بايدن حكم باعتباره تقدميا في ولاياته الأولى التي يعد من أكثر الفترات الأولى تقدمية في التاريخ الأمريكي لذلك كما سحب جيلشتاين عام 2016 أو ريلف نادر في عام 2000 من أصوات مرشح الحزب الديمقراطي فإن جو مانشن سيسحب من دونالد ترامب وأي مرشح للحزب الجمهوري